رغم أن ملك بريطانيا لا يحكم وسن التشريعات من اختصاص البرلمان المنتخب من الشعب والحكومة هي من تحكم على أرض الواقع يبقى للملك دور أساسي بصفته رأس الدولة وبموجب القانون فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية وجزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية ويعتبر رئيسا للسلطة القضائية والقائد العام للقوات المسلحة والحاكم الأعلى لكنيسة أنجلترا السلطات السياسية للملك رمزية إلى حد بعيد لكنه يستخدم بعضها فعليا حال إجراء الانتخابات العامة أو أوقات الأزمات من بينها صلاحية تعيين وإقالة الوزراء وأعلان الحرب والتصديق على القوانين والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ رغم أنها صلاحية عمليا تمارس من قبل رئيس الحكومة والبرلمان وإلى جانب الصلاحيات السياسية التي نص عليها الدستور البريطاني كانت للملكة إليزابيث الثانية مجموعة غير مسبوقة من الامتيازات الشخصية التي تمتعت بها دون غيرها من أفراد أسرتها من بينها إصداروا وسحبوا جوازات السفر كونوا كل جوازات السفر البريطانية تصدر باسم الملكة أو الملك صلاحية مصادرة السفن لاستخدامها في خدمة التاج البريطاني امتلاكوا كل طيور البجع الموجودة في الأنهار والبحيرات وأكل الحيتان والدلفينات الموجودة في المياه البريطانية عدم الحاجة إلى رخصة قيادة السيارة رغم أن إجازات السواقة تصدر باسمها الاحتفال بعيد ميلادها مرتين في العام لا تذهب الملكة إلى البنوك وكانت لديها مكينة صراف آلي في القصر ولا يمكن لأحد مقاضاتها أو إلزامها بتقديم الأدلة أمام المحكمة ولا تدفع الضرائب لكن الملكة إليزابيث الراحلة دفعتها طواعية منذ عام 1993 أغلب الصلاحيات الدستورية للملكة إليزابيث الراحلة ستقول إلى الملك تشارلز الثالث كما سيرث ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث في امتياز مخصص للخلافة الملكية